موسيقى 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 أهلا بكم أعلنت قوات الجيش فرض سيطرتها على مركز مديرة التحيطة في محافظة الحديدة بعد معارك ضارية ضد ميليشي الحوثيين الإنقلابية المدعومة من إيران وقال مصدر عسكري إن العشرات من الميليشي لقوا مصرعهم في معارك تحرير مركز مديرة التحيطة وأضاف المصدر أن قوات الجيش التابعة لألوية العمالقة شرعت في تنفيذ عمليات تمشيط لمركز مديرة التحيطة من جنوب الميليشي وألغامهم وإلى ذلك تاستكملت قوات الجيش والمقاومة التهامية السعدادات العسكرية لإطلاق عملية عسكرية خلال اليومين المقبلين لتحرير مدينة وميناء الحديدة إلى ذلك أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا نحو مركز مديرة كتاف شمال محافظة الصعدة في هجوم مباغت على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وقال مصدر عسكري إن الجيش أحكم سيطرته على العديد من اتباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الإسفلتي بمديرة كتاف وذلك إثر اشتباكة عنيفة مع الميليشيا الحوثية الإنقلابية وأسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وجرح أكثر من 20 آخرين فيما لا ذل باقنا بالفرر قتل وأصيب 25 من عناصر الميليشيا في معارك مع الجيش الوطني بجبهة موريس شمال محافظة الضالع وقالت مصادر ميدانية إن مواجهة نشبت بين الجانبين عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بموريس لعملية تسلل للميليشيا الحوثية بمواقع الرحبة والسلول التابعة لمنطقة السون الواقعة غرب موريس وأسفرت المعارك بحسب المصادر عن مقتل 17 عنصرا من الميليشيا وإصابة ثمانية آخرين تمكن الجيش من انتشال ثلاث جثث منهم فيما لا زالت الجثث الأخرى مرمية بأطراف منطقتين الرحبة والسلول قال قائد محور بيحان قائد لواء 26 ميكا لواء الركن مفرح بوحيبح إن قوات الجيش في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء تجاوزت السلاسل الجبلية أصبحت طلائعها بالقرب من مفرق عفار الاستراتيجية وأكد خلال زيارة تفقدية له إلى الخطوط الأمامية بجبهة الملاجم من اتجاه ناطع بمعاية مندوب التحالف العربي لجبهة البيضاء وبيحان استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير محافظة البيضاء وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الإنقلابيين الحوثيين وثمن لواء بوحيبح الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش والمقاومة في جبهة المحور في ناطع ونعمان وأثمر ذلك عن انتقال المعارك إلى الملاجم كما أشاد بدعم التحالف العربي وإسناده الجوي الذي مكن قوات الجيش من الوصول إلى القرب من مفرق عفار الاستراتيجية رحبت وزارة شؤون المغتربين في الحكومة الشرعية بقرار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على تمديد قانون الحماية تي بي اس لليمنين غير المهاجرين والمتواجدين حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية والتراجع عن قرار ترحيلهم وأوضحت الوزارة أن 1250 يمنياً مقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية سيستفيدون من التمديد وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد قانون الحماية تي بي اس على اليمنيين غير المهاجرين والمتواجدين على أراضيها وعدم ترحيلهم ويعد هذا هو التمديد الأول ويخضع للمراجعة بعد 18 شهراً وتحديداً في الثالث من مارس من العام 2020 احتشد ثور أبناء تعز للمطالبة باستكمال تحرير المحافظة ودع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة الحكومة الشرعية والتحالف إلى سرعة دعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية اللازمة لاستكمال تحرير المدينة وأرياف المحافظة وأكد المحتجون أن تأخر تحرير تعز يطول من عمر الميليشياء مطالباً الأمم المتحدة بتطبيق قرارها رقم 2216 لأن تقوم بإنقاذ الحوثيين في محافظة الحديدة من خلال اتفاقات وحوارات زائفة حد وصفهم حذرت قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وقيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون المجلس الانتقالي الجنوبي من استغلال احتجاجات السكان في تحقيق مطالب خاصة جاء هذا في بيان للسلطات عاقب احتجاجات شهدة مدينة سيئون للمطالبة بضبط الأمن وتوفير الخدمات وأشدد البيان على المحتجين بعدم السماح لمن سماهم بضعفاء نفوس والمندسين من استغلال تلك المطالبات في تحقيق مطالب خاصة وأهداف سياسية تبعد تلك المطالب عن أهدافها الرسمية السامية ختام النشرة شكراً لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة